اشتركوا في القناة المشترك في مختلف المجالات اضافة الى المستجدات وتطورات الاقليمية ودولية وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته مطار بروناي الدولي صاحب السمو الملكي المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي دار السلام وكبر المسؤولين في سلطنة بروناي وابعث جلالة الملك المفدى برسالة خطية الى صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام اعرب فيها جلالته عن شكره وتقديره لجلالة السلطان حاج حسن البلقية على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قبل به جلالته واعضاء الوفد المرافق مؤكدا جلالته ان هذه الزيارة ستفتح مجالات ارحب من التعاون الثنائي المشترك مع سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة في مختلف المجالات متمنيا جلالته لصاحب الجلالة سلطان بروناي وافر الصحة والسعادة ولسلطنة بروناي دار السلام الشقيقة المزيدة من التقدم والازدهار كما وجه جلالة الملك المفدى الدعوة الى صاحب الجلالة حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الى زيارة مملكة البحرين رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة